اه هوريكم في الفيديو ده الحدود بين امريكا والمكسيك هي طبعا دي هجرة غير شرعية وخطر جدا اه الحدود بين المكسيك وامريكا حوالي 345 كم الحدود الكرية والناس بتروح طبعا المكسيك وبتعمل زي ما انت شايفين بالمهم يتأكدوا انه ما فيش شرطة ويطلعوا على سلم بس طبعا لو الشرطة مساكتهم بيحبسوهم وكده بس يعني دي هجرة غير مستحبة يا هجرة غير شرعية بيدخلوا امريكا من الحدود بين المكسيك وامريكا وبعد كده يحاولوا يعملوا اوراق واقامة فيه طبعا منهم بتنجح الطريقة ديت بس طبعا دي خطر فيه طريق الهجرة العشوائية سهلة وفيه طرق فيزة طلبة وتقلبها عمل او تجيلك اوفر لشغل وورك بيرميت وكده تقلب على اقامة بعد سنة تقدم انا بس حبيت عرقكم الطريقة دي خطر جدا بين المكسيك وامريكا وممكن تعرض نفسك لمسائلة قانونية بس فيه ناس بيعملوها فانا قلت اوريكم ازاي بيتسلقوا بين الحدود بين المكسيك وامريكا وينزلوا الناحية التانية طبعا وفيه شرطة في الجهتين بس في وقت الراحة بين الشرطة في المكسيك بيحاولوا يطلعوا على السلم وينطوا بين الحدود اه هبقى اعملكوا فيديوهات تانية توضح اه مواضيع الهجرة الامريكا والطريقة الشرعية طبعا هم بيعملوا الهجرة دي لان امريكا حتى اللي بيروح امريكا وبيهاجر غير شرعي بليه فرصة عمل اللي هي نهاية دي ميزة في امريكا بصراحة لما انا كنت في امريكا حتى اللي معهوش ورق قامة ممكن يشتغل عشان كده الناس ما بتفرقش معاها يسافروا هجرة شرعية او غير شرعية لامريكا المهم يدخلوا وبعد ما كده بيشتغلوا اي شغلوا وبعد كده بيعمل طريق محامين او غير محامين يقدم بنفسه بيقدر يعمل ورق قامة ويستقر في امريكا وياخد الجرين كارد بعد كده ده الصور انا حبيت اواره لكم ده بقية الصور بين المكسيك وامريكا والناس بتحاول في اي مكان يلاقوا مفيش بقى بوليس بينطوا بين الحدود وده طبعا خطر جدا لكن قلت اواريكم او تعرفوا ايه الموضوع الهجرة الغير شرعية بين المكسيك وامريكا اتمنى تشتركوا في القناة ولو عندكم اي اسئلة بعتولي على الخاص او اي مقترحات او اي اسئلة عن الهجرة عموما لكندا او امريكا او نيوزلندا او استراليا ابعتلي في الكومنت وهارد عليك طبعا واتمنى دايما اشوفكم وان شاء الله انتظروني في حلقة قادمة عن هجرة وطرق جديدة للهجرة السلام اشتركوا في القناة